مؤلف اللي هو مين؟ بعض من دايه يشجع النادي الاهلي واللي عايز يعرف الحقيقة فيما يقال في هذا الموضوع يفتح كتاب التاريخ اسمه النادي الاهلي منذ انشاؤه في 1907 وحتى الآن افتح كتاب التاريخ وانت تعرف الحقيقة هتعرف الحقيقة كاملة واقرأ عن النادي الاهلي اقرأ عن مبادئ وقيم التي يتعامل بها النادي الاهلي داخل غرف الملابس وداخل كل حاجة هتعرف قد ايه ان الكلام اللي تقال او القصة اللي بتتقالف دي قصة مؤلفة من بعض من لا يشجع النادي الاهلي مش هقول كل من لا يشجع النادي الاهلي ولكن من بعض من لا يشجع النادي الاهلي افتح كتاب التاريخ النادي الاهلي كتاب التاريخ اسمه النادي الاهلي الكتاب نفسه اسمه النادي الاهلي افتح الفهرس من جوه كده هتلاقي فيه جزء او فصل من الفصول اسمه الأخلاق والمبادئ والقيم اللي بتعلمها لعبة النادي الأهلي وإداريين النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي منذ إنشاءه 1907 وحتى الآن هتعرف الحقيقة كاملة هتعرف الحقيقة كاملة وحتعرف إن كل اللي بيتقال ده ما هو إلا ضرب في النادي الأهلي لأنه خناء من الخناءات ده مش عارف دي بعد ما خلى المساعدين بتوعي يمسكه في سيد ويحطه في هقول إيه يعني لازم أقول الكلام ده ولازم أخده بترياء والله أنا ما بترياءش على حد ولكن أنا بترياء على الموقف أنا بترياء على الموقف نفسه سأل عبا حفيزة هو بعد الخناءة على طول على طول تخانق وقام جاي عامل القصة دي ف لا رجل ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر